احتشد عشرات الالاف من انصار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت في احدى ضواحي العاصمة انقرة فيما يشبه استعراضا للقوة وتجديد الدعم لسياسة اردوغان في وجه المعارضين له وخاصة من خلال مظاهرات حديقة غزي في اسطنبول منذ اسبوعين وفي تبريره لضرورة انهاء الاحتجاز والاعتصام قال اردوغان لم يعد معنا للبقاء هناك لان الملف بات بين يدي القضاء لا اعلم ماذا سيكون قرار القضاء ولكن سواء قرر ابقاء الحديقة اولى فسيكون هناك استفتاء في اسطنبول وسنحترم نتيجة التصويت ورغم تقديمه بعض التنازلات فان اردوغان الواثق من دعم اغلبية من الاتراك له اتخذ موقفا صارمة نجاه معارضيه وقدم نفسه في خطابه امام انصاره بانه صوت الجماهير الصامتة